هننشئ مع بعض كده موقع سريع وننقلهم من blogspot.com لا .com اللي هو www. واسم الموقع .com وانت ورحتك بقى في استخدام الموقع بتاعك سواء كتابة مقانات او تحول المطجر او تحوله من صفحة شخصية لك انت او للبزنس بتاعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تربط domain.com بمدوانة blogger الفيديو اللي فات احنا تعلمنا ازاي ننشئ منصة على blogger وتعاملنا مع الدوين المجاني اللي هو blogspot.com وكمان ربطناه في google adsense وتقبل بالفعل في google adsense المرة دي هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تربط المدوانة بتاعتك ب domain.com علشان يبقى معنا موقع لان انا من وجهة نظري طول ما هو blogspot.com طول ما هي اسمها مدوانة ولما تيجي تتربط ب domain.com يعني اسم المدوانة و .com يبقى ده اسم الموقع ده من وجهة نظري انا ونتعلم مع بعض كده بالتفصيل ازاي تقدر تنشئ موقع على منصة blogger ويلا بينا كده نبدأ الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهاردة هنربط مدوانة ب domain.com المرة اللي فاتت او الشرح اللي فات احنا شرحنا على domain blogspot وربطناه في google adsense وقبل بشكل فعلي في google adsense المرة دي بالوقتي هننشئ مدوانة على blogger كل عليك بس بتروح حدك كده على الطبيقات اللي فوق دي بعد كده بتنزل تحت على blogger انا شرح سريع كده لان شرحت الكلام ده المرة اللي فاتت واضغط على كلمة انشاء مدوانة وهتكتب عنوان المدوانة سواء كانت المحتوى بتاعك سواء كانت طبي تقني محتوى في التعليم انا هكتب مسلا افكار هنا بعد كده بضغط على كلمة التالي وكل عليك بس هنا بيقولك هنا اختار عنوان url اللي مدوانتك عنوان url اللي هو العنوان ده يعني اسم العنوان او العنوان بتاع الموقع بتاعنا او المدوانة دوت كوم دلوقتي انا بيعطيك بلوغزبط دوت كوم مجاني بس احنا ان شاء الله هنشيل بلوغزبط ده هيبقى اسم الموقع دوت كوم على الطوق دلوقتي بقى بكتب عنوان اختار اي حي يعني على سبيل المثال ان انا هكتب هنا تفكير تمام وممكن احط اي رقم معايا بعد كده بقولك هنا عنوان مدونة متاح وتأكد ان عنوان مدونة هزين مدونة الالكترونية متاح لو مش متاح هيقول لك هنا عزرا عنوان هزين مدونة غير متاح بس اي حرف او رقم او او فكر في اي دومين تاني دلوقتي بضغط على كلمة حفظ وبتستنى شوية لحد يقول لك هنا تحت جاري المعالجة زي ما انت شايف كده وتقريبا يظهر معاك تم انشاء المدونة ما خدش معايا سواني على بعض انا شرحت الفيديو اللي فات على اعدادات بتاعة بلوجر بس انا برضو هتاشرح عليك سريع كده لحد من يجي نربط المدونة الاول كل عليك بس انا عندك المشاركات الجديدة بتضيف على قال لتلاتين مشاركة او بتضيف على قال لتلاتين مقالة وان شاء الله في فيديو تاني هشرح ازاي تقدر تكتب مقالة متوافقة مع شروط لمحركات بحس جوجل يعني هدخل المقالة تتصدر محركات البحس الاولى على جوجل المهمة دلوقتي هنرجع كده مع بعض تاني وبعدين هتروح عندك على الاعدادات بس انا هكتب على اقل تلاتين مشاركة كده وهرجع عليكو تاني وزي ما انتو شايفين كده انا كتبت حوالي تلاتين مشاركة علشان يتقابل الموقع بتاعي في جوجل ادسلز وانا سابق اصلا ان انا كتبت الكلام ده قبل كده لو انت شفتني بالفيديو اللي فات دلوقتي بقى بتروح عندك على الاعدادات وبتنزل تحت كده علشان تروح عندك على الدومين اللي هو blogspot.com هتنزل كده تدور عليها هتلاقيه هنا موجودة فيه خاصية او عندك هنا اعدادات النشر قال لك هنا blogspot.com هنا تفكير blogspot.com دلوقتي بقى انا اروح عندي على النطاق الخاص بضغط عليه ضغطة كده وبأكتب النطاق اللي انا عاوزه بس بقبل ما تعمل اي حاجة روح ابحس عليه على نمشب او اي منصة تانية بتعطيك او بتشتري منها دومينات هكتب مسلا على سبيل المثال تفكير او انما يخلي النظام او اسمي تانية خليه افكار مسلا شرط انك يكون الدومين يكون سهل يكون حتى على العميل او الزائر اللي جاي لك يكون يعرف يحفظه مكوم من خمس حروف او اربع حروف على القل وانت وشاطرتك دلوقتي بضغط على كلمة سارش كده وبشوف هل الدومين ده متاح من طبعا انت وشاطرتك وابدعك تقدر بتجيب دومين دوت كوم سهل جدا زي ده بعد كده بقوله هنا تمام اللي هو اضفت العربة والضف معنا فوق بالشكل ده كده اضغط على كلمة خلي بالك بقى انا هعمل ايه قلتك هنا ده ده هيعملك خصم واحد وثلاثين في المية وكمان ده دومين بتاعنا وعندك هنا النظام امان مفاعل مدى الحياة يعني مش هتدفع عليه ولا سنت طيب دلوقتي بقى انت عاوز تشتري دومين بس يفضل انك تشتري معها شهادة الاس اس ان يعني ايه شهادة الاس اس ان لما تيجي تروح عندك على اي دومين كده بتلاقي مكتوب مكتوب فوق اتش تي تي بي اس يعني مكتوب اتش تي تي بي اس ده نظام التشفير اس دي بقى لو مش موجودة بتبقى مشكلة معايد في الموقع يعني احنا بغاء احنا عفوغينا عن المشاكل في الموقع بس انا هشتري برضو معايا شهادة وبس مش عايز حاجة تانية كده هي بقى تكلفة الاجمالية خمستاشر دولار خمسة وسبعين ساعة لو انت قدرت تجيب برو مو كود متوزع على جوجل ابحس على جوجل كده اقول له برو مو كود نمشب ولو عارفت تجيب بقى افضل لك يعني بس انا هضع بقى كلمة وابدى اطلب الاردر ده اشتريه انا هيحولك على صفحة الفواتير بقول لك هنا انت هتشتري الدومين وهتشتري معايا شهادة اه اس اس ان وهتشتري معايا النظام اللي هو الامان الخاص عندك هنا يعني مجاني مدى الحياة هتنزل تحت كده طبعا بتضيف الفيزة بتاعتك تحط هنا الفيزة لو طلب منك فيزة ولا شرحت قبل كده ايه هي افضل فيزة في مصر او انت خارج الوطن العربي تقدر تشوفها كل الكلام ده في الرابط تقدر تعمل منه اعلانات مولا تقدر تشتري منه دومينات تقدر تربط تربط بيها على حساب يبان براحتك خلص دلوقتي بابضغط على كلمة بينها وهبدأ ادفع الفاتورة اللي فوق دي اللي هو دومين واشهدت الاساسل بضغط على كلمة بينها وبعد كده تثبت لكاماتشة بتاعتك وهخلص الاجراءات دي كلها وممكن توقف الفيديو لحد ما تيجي تشتري وبعد ما تيجي تكمل معايا بقى هنربط دومين دوت كوم بقى دومين مجاني اللي هو خلي بالك بقى بعد ما جينا نشتري دومين زي ما انت شايف كده هذا دومين هنا اهو دلوقتي بضغط على كلمة مانج اللي قدامي هنا اضغط عليها بس راختة واحدة كده بعد كده هي حولك على الصفحة اللي قدامك دي على طول بس بشكل تلقائي روح لحاجة اسمها دي ان اس اللي هي قدامك دي كده اضغط عليها بعد كده انا بقى بتبدأ تمنى البيانات دي كلها بس كل اللي عليك انك بتروح عندك تاني على المدونة بتاعتك بعد كده بتكتر بقى نفس النطاق اللي احنا كنا وغدينه اللي هو النطاق اللي هو افكار دوت كوم اللي هو النطاق ده تاخد بس الكلام ده قبيع وترجع تاني هنا تقول له هنا بس بتخليه دابلو دابلو دوت افكار او دومين بتاعك دوت كوم بعد كده تضغط على كلمة حفظ وبعد كده بقى بيزهر لك اللوحة اللي جاية جديدة دي قال لك اللوحة دي لازم انت تملأ الاستبيان بتاعها وتضيفها في الخنات اللي قدامك دي طب المفروض علي ان انا نعمل كل ده ازاي؟ قول اللي عليك بس ان تضغط عندك على العلامة دي وتبدأ تمسح كل الكلام ده دابلو 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 زي ما هي يعني تسيبها كده زي ما هي دابلو 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 تمام وبعد كده انا بتروح تمسح الكلام ده وتروح عندك على الاعدادات وتاخد انت اللي هو جي جي اتش اس جوجل دوت كوم تاخدها هنا قبيع وترجع تضيفها هنا من جديد وتضغط بس عندك على علامة صح بعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها اللي هي قدامك دي تضغط عليها ضغطة ودور على حاجة اسمها سينين روكورد اهي سينين روكورد تمام قال لك هنا وعندك هنا التاركت هتحط هنا في اللي هي الكلام اللي انا اعطي لك ده عندك الاربع خمس حروف دول تمام ضفهم قبيع كده وارجع اضفهم تاني هنا وهتلاقي التاركت اللي هو الكلام اللي هو الكتير ده الواجهة دي اخدها كده قبيع وارجع اضفها هنا من جديد بس وقول له هنا علامة صح تمام وخلاص كده انا مش عايز هنا اي روكورد دي وقال لك هنا اي روكورد لو ظهرت ماشي ما ظهرتش ممكن تضفها من هنا عادي وضغط على كلمة اي روكورد كل عليك هنا بس بتضيف الهوست هنا بتخليه علامة اللي هي اي دي تمام وبعد كده بتحط هنا الاي بي ادرس بتضيف بقى الاي بي ادرس اللي هو اللي قدامك ده كده اللي انا هكتسبه لك في الرابط اضيف الاي بي ادرس ده اللي هو متين وستاشر متين تسعة وتلاتين اتنين وتلاتين واحد وعشرين هتاخد نفس الاي بي ده وتضيفه برضو هنا بس هتخلي بدل رقم اتنين هتخليه اربعة ايب اربعة وتلاتين برضو كمان هتضيف اي روكورد تمام هيقول لك هنا قول له ايت وبرضو الهوست هنا ما تنساش تكتب ايت وبعد كده بتكتب هنا اه النفس الاي بي بس بتكتب هنا اتنين اربعة وتكتب هنا ستة وتلاتين هلينش اتنين اربعة ستة تمانية عايزين كمان واحد زي ما انت شايف كده اللي هنا هاست وبعد كده تكتب الاي بي تكتب هنا ثمانية وبعد كده بقى بتكتب الضغط على علامة الصح اللي قدامك دي وظهر لك هنا اوتوماتيك اوتوماتيك. هنخلي بس العلامة دي اللي هو الكلام اللي هي بدل هي خليها كل تلاتين دقيقة وطلو هنا علامة صح. بعد كده بقى خلصنا كل الاعدادات اللي قدامك دي كده بالنفس الشكل ده كده. ممكن توقف الفيديو. وبعد كده تبدأ انت تزبط اعداداتك. انا حاول اقرب لك كده علشان بتوقف الفيديو برحبك. تمام? خلاص كده. برجع تاني بقى على الاعدادات وتقوله بس كلمة حفظ ونشوف بقى لو كان في مشكلة ممكن يقول لك في مشكلة. مفيش. كده تم الحفظ. كده الدومين اتحول معنا ل www.afcar.com وبس بقى كل اللي عليك انك تضغط عليها نطاق اعداد توجيه فعالها من الى تمام? اللي هو من blogspot.com الى www.afcar.com انت تنزل تحت كده شوية علشان تروح عندك على او لك انها مادة توفر او مش متفعالة فعالها نعمل لها تفعيل وبرضو كزلك اعادة توجيه باستخدام اتش تي تي بي اس برضو خليها مقاعلة او هي هي تبقى مفعالة لوحدها. بعد كده برضو هتقول له عرض المدونة واتقعد تقريبا من مصف ساعة لساعة او اقل من كده كمان لحد ما المدونة معاك تشتغل. وبرضو هستنى معاكو كده في الفيديو وارجع لكو تاني. وبعد فترة كده من الوقت تقريبا اخر معي ربع ساعة بعمل عرض المدونة كده والحمد لله الدومين يشتغل معنا والموقع يشتغل زي ما انت شايف قدامك بالشكل ده كده. طيب. دلوقتي بقى انا عاوز اروح اربط الدومين بتاعي بحساب جوجل ادسونز. خلي بانك بقى انا عاوز اربط دومين دوت كوم اللي هو المدونة بتاعتي او الموقع خلاص مبقاش مدونة. الموقع بتاعي اللي هو دومين دوت كوم ده بقول له قبيل. المبارح عندي على جوجل ادسونز زي ما انت شايف كده. ضغط عندي على كلمة المواقع الالكترونية وزي ما انا قلت لك وشرحت اللي فات ان انا خليت بلوجز بوت دوت كوم او تفكير بلوجز بوت دوت كوم يربط معي على جوجل ادسونز واشتغل معي اعلانات وظاهرت معي بالفعل الاعمالات لكن انا اضغط على كلمة موقع جديد خلاص بقى مدام انت يعني غيرت الدومين بلوجز بوت دوت كوم المجاني لمدفوع الاعلانات هتشغل مية في المية ولازم تضيف اه الموقع بتاعك يبقى تحت المراجعة من جديد هتقول له هنا بيست اللي هو ضخط موقع هتقول له هنا حفظ وبعد كده انا بقول لك يجب ان يحتوي علواني على اه اللي هو افكار دوت كوم من غير دابلو دابلو قلو ماشي خلاص شيل دابلو دابلو دي خانص نبدأ ازبط وهنا افكار دوت كوم الشكل اللي قدامك ده كده بعد كده بتضغط على كلمة حفظ ونشوف ده يروف معنا على جوجل ادسونز انا كده رابط الموقع لو انت عاوز تضيف الموقع اضغط على كلمة التالي. بعد كده قلنا كانت طلب المراجعة يقول له طلب المراجعة من جديد ان لك هنا تتم طلب المراجعة. هتستنى كده معاية حوالي اه اسبوع او تسعة ايام زي المرة اللي فاتت لما استنيع تسعة ايام لحد ن distinguish clo is before and on. لقد استنيع بدا حد ماايخ يتم هنا يقول لي كده انا تم التجهيز ولا الجاهز وهنا حالة اي بي اس تيكست معتمدة. طيب طيب انا اعايز القل nov الاحاجعة دي الزايحة معتمدة زي دي. كنا عليك بس انك بتروح عندك على الاعدادات بتاع بلوجر. بعد كده بتنزل تحت كده شوية. وبتروح عندك على حاجة اسمها ازاي ما انت شايف كده. بتروح انت تروح عندك على جوجل دي. في حاجة اسمها معرف الناشر. انا هسيب لك رابط الكلام ده موجود في التعليقات. بس انت هتغير بس كلمة بي و بي. وتروح عندك على الرقم ده. طب هتديم الرقم ده منين? طيب دلوقتي هتروح عندك على جوجل ولو جيت تبص بصة كده عندك هتلاقي الرقم ده موجود بي و بي. وموجود الرقم بتاعك بالشكل ده كده. قل له هنا قبي وارجع تاني للاعدادات. روح انسخ نفس الكلام ده واعمل له لصق بالشكل ده كده. وقل له حفظ. بعد كده هيزهر معاك قدامك بالشكل ده كده. بعد ما تيجي تفعل تفعيل محتوى ملف مخصص هتعمل لها تفعيل علشان تبقى معتمدة زي اللي انت شايفها كده. وبعد مرور تقريبا حداشر يوم. انا رحت عندي كده ببص بص على جوجل آآ زي ما انت شايف كده ادروح عندها المواقع الالكترونية وزهر معايا كده منصة افكار دوت كوم اللي انا اعملها ورابطها ببلوجر زي ما انت شايف كده. قال لي هنا الاعلانات جاهزة. وكمان الحالة بتاعت جاهزة. اكيد طبعا انت عشان تحط الاعلانات على مدونة عندك تروح عندك على الاعلانات وبعد كده لازم تفعل اعلانات التلقائية اضغط علام علامة التعديل اللي قدامك دي كده واتفعل الاعلانات التلقائية وتقول له تضيق التغيرات على الموقع الالكترونية وتقول له حفظ بعد كده. يظهر عندي كلمة تشغيل وتضغط على حسب الوحدة الاعلانية لو انت حطت الاعلانات في بتاع آآ بلوجر يبقى انت كده تمام والاعلانات تبدأ تظهر معاك. الاعلانات طبعا انت بتضيفها في الخاص بالقالب او بتضيف انت على حسب ما انت عاوز مكان الاعلان تضغط على اي كلمة اضافة اداة وبعد كده بتخط ومن هنا برضو بتروح عندك على كلمة المحتوى وتروح تنسخ العنوان من الشفرة اللي هي الحصول على الرمز دي وتروح تنسخ الشفرة اضغط على كلمة نسخ دي تمام وبعد كده بتروح انت اضيفها على المحتوى زي ما انت شايف كده وضغط على كلمة حفظ. وكده المكان اللي اعلاننا هيبقى في الموقع او المدونة بتاعتنا على في المكان ده. هتلاقي رابط القالب ده موجود في التعليقات يقدر تنزله قلب مجاني مية في المية. اه مطافق مع سياسيات جوجل ادسنز وان شاء الله الفيديو اللي جاي. اقولك بقى ازاي انت تبدأ تخلي المدونة بتاعتك مؤهنة لجوجل ادسنز بالتفصيل. وبكده لو شرح انتهى اتمنى يكون الشرح ده عجبك. سلساش تعمل لايك وسبسكرايب. ولو احتاجت اي حاجة يتواصل معي في التعليقات هارد عليك ان شاء الله واشككم في حلقة جديدة مع السلام. اشتركوا في القناة